أولا أخ صالح مو صحيح أن تم التصويت على الوثيقة وعلى قانون اللي كان القانون اللي رفض المقدم الحكومة فيما يتعلق بزيادة التعرفة وقانون الدعون في تصويت واحد أبدا ما هو صحيح تم التصويت على القانون الأول وتم رفضه من حيث المبدأ بتصويت منفصل ومن ثم تم التصويت على المداولة الأولى بالنسبة لقانون الكهرباء بتصويت منفصل ومن ثم تمت إحالة الوثيقة إلى اللجنة المالية أيضاً بتصويت منفصل هذا واحد رقم اثنين أيضاً تصحيحاً لمعلوماتك أخ صالح أنت تقول تقدمنا بطلب نداء بالاسم وأنا لم أسمح بذلك ما هو صحيح العدد لم يكن كافي لائحياً مثل ما رديت على أحد الأخوة الأفاضل فمو أنا اللي ما سمحت العدد اللي كنتم تقدمين فيه لم يبلغ الحد الأدنى اللائحي وهذه لائحة موانة رقم ثلاثة فيما يتعلق في تخصيص مرافق الدستور واضح جماعة دستور واضح لا يخصص مرفق إلا بقانون وبالتالي ما جاء في الوثيقة بأي شكل من الأشكال يحتاج إلى تشريع يتم نقاشة وقت التشريع إحنا لا نرفض أو نقبل الوثيقة ونصوت عليها من هذه الزاوية نحن نبدي ملاحظاتنا وإذا كانت الملاحظات أيضاً مختلفة تدرج في تقرير اللجنة المالية اللي ما انتهت مننا الآن إنما أنا ما أعتقد اللغة موجود إذا كان هناك من يريد أن يتصيد لأنه لم يجد أي أمر آخر يتصيد فيه على المجلس فهذه مشكلتها مش مشكلتنا إنما إحنا ماشيين وفق الإجراءات اللائحية السليمة ستتاح لكل نائب بأن يبدي ملاحظاته يبدي توصياته على اللجنة المالية أن ترفق هذه التوصيات وهذه الملاحظات وفي نهاية الأمر طبعاً بيروح حق الحكومة على وين بيروح؟ بروح حق الحكومة بس ما راح يروح للحكومة موافقة ونتحمل كمجلس مسؤوليته أو رفض ونتحمل مسؤولية نحن نمشي وفق أسس ونصوص دستورية ولائحية تشريعين الناقشة يا نوافق عليه يا ما نوافق عليه وأيضاً أختم أوضح بعد للأخ صالح ترى كل ما هو موجود في الوثيقة هذه اللي حضرتك أتكلم عنها وأنت نائب مخضرم وكنت موجود ويانا ترى كلهم صوتين عليها في خطة التنمية المقدمة من أحمد الفهد في 2010 كلها تصويت قانون موثيقة كان برنامج تصويت قانون فقط هذا رداً على لا